اهلا و سهلا بحضراتكم مرأة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجمة الكبير كابتن محمد حشيش زي كابتن محمد أهلا أسلام زي برحضرتك الحمد لله تمام الحمد لله انتهت دخول النادي الآلي أو لعب النادي الآلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التامنة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي كيف ترى هذه المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ده أولا ثانيا طبعا كنا نطمح في أفضل من كده ولكن هناك مكاسب عديدة طبعا أنا شايفها مشاركة فعالة مرة تامنة منفعش النادي الأهلي مقباش موجود بين الكبار أبطال القارات ده في حد ذاته يعني حاجة كويسة جدا للنادي الأهلي والكرة المصرية والمصر عموما يعني نادي الأهلي طبعا واخد قبل كده برونزيات كان هياخد الثالثة على التوالي لعب مع مدارس مختلفة بداية طبعا من أوكلاند نيوزولندي وسيات الأمريكي ريال مدريد طبعا أحد أكبر أندية في العالم وبعد كده فلامينجو طبعا بطل أمريكا الجنوبية والبرازيل مدارس مختلفة طمنا الحياة على الفرق يعني أنا واحد من ناس طمنا على فرقتي حاسيت أن الفرق وانت لجع كده خدت 2 مليون دولار سريعة كده بالضبط دول يعني حاجة كده على الماشي غير كمان الدعاية الكبيرة وانت لسه في الإنترو بتقول من الحاجات المكاسب كمان أنك تعمل توقامة أو تعمل اتفاق أو شراكة بين قناة النادي الأهلي قناة ريال مدريد دي حاجة كبيرة دي حاجة في يعني ريال مدريد دي عشان أساسا تلعب معه أو ناس تلعب معه بتدفع مبالغ ضخمة جدا عشان يقدروا يلعبوا مع الفرق دي فانت بتلعب معه في مباراة رسمية في قبل نهائي كاس عالم الأندية طمنت على النادي الأهلي لأن النادي الأهلي مرحش عشان يلعب المتشارات ويدافع ويطلع بأحسن نتيجة بالعكس جميع المبارات شايفين مكسب مباراتين الأوليين بتاع أوكلند وبتاع سياتل طبعا فرقتين كبار وأنت أكسبتهم أبطال قارات أقل منك الحقيقة ولكن أبطال قارات يعني مش مثلا جاب لك مثلا السادس أو السابع في أي حتة بيلعب معك ده أبطال قارة بطل قارة وبطل قارة طبعا أمريكا يعني تعود علي الفترة الأخيرة فالمهم طبعا قدينا مبارات كويسة طمننا على النادي الأهلي من حيث أنه فرضت شخصيته حقيقي ولو كلمت بالتحديد طبعا على مبارات ريال مدريد أنت بتلاعب أكبر فرقة بالعالم باللعيبة اللي موجودة فيها الملايين اللي موجودة فيها أنت مخفتش وكت في أوقات كتيرة جدا أحسن من ريال مدريد وبدأت حتى بإضاعة الفرص أنت قبل حتى هما ما يضعها أي فرصة وخلي بالحال لك لو فكر نتيجة 2-1 كرة اللي جات لأفشلة وتحطت تحت جون 2-2 كنت طبعا الأقرب من ريال مدريد يفوز طبعا الناس اللي عارفة كرة إسلام بتعرف أن برضو المباراة حتى وإن كان أنت كويس إنما في ظروف مباراة وسيناريوهات بتحصل ممكن تؤدي للنتيجة دي يعني مباراة ريال مدريد النتيجة بتاعتها لا تتناسب مع أداء الناد الأهلي الناد الأهلي في أوقات كتيرة كان ند وأكتر من ند ضيع فرص كان ممكن تحول المباراة زي ما قلنا برضو أن الناد الأهلي لعب ماتشين قبلها وكان فيه نوع من الأجهاد وبسفر من هنا وارجع هنا يعني فيه كان بعض الأجهاد أنا جبت النتائج أو مواعيد المباراة إحنا لعبين 17-1 قبل السفر 17-1 21-1 24-1 وبعدين سفرنا 28 وبعدين لعبنا 1-2 ولعبنا 4-2 ولعبنا 8-2-11-2 يعني كان مباراة 8 مباراة 8 مباراة في وقت ولاية جدا جدا غير طبعا المحل ده أنت رايح كمان لمباريات فيها مجهود بدني كبير جدا ومجهود عصبي ونفسي تلعب تحت ضغط لأنك رايح تعمل نتيجة ورح تجيب مفروض مركز كل الحاجات دي وبعدين بتصطدم ببطل أوروبا وهو جاي لك أول مباراة يعني أول مباراة ليه ومع ذلك قديت بشكل كواس جدا قدام ريال مدريد فكرة معقول يعني يعني على قد الإمكانيات وعلى قد برضه الفوارق اللي بين بعض اللعيبة هل بالفعل أكابتن زي ما بيقول لها كده أو زي ما دايما بنقول أن هناك فوارق واضحة ما بين الكرة في أوروبا والكرة مش إنه الأهلي ولكن الكرة في أفريقيا مليون في المية أيوة لازم نعترف إنه فيه فوارق وإلا ما كانش الناس دي يعني يعني بطل أوروبا بيلعب مع عديد من الفرق اللي هي زي أو أقل منه أو أكتر منه يعني يعني بطولات قوية جدا جدا نظام مختلف مش عايز يعني مش عايز أفتح الموضوع ده إن انت يعني كالترخير النادي الأهلي إنه بيعمل بشارك وبيعمل النتائج دي وطلع رابع الكبار ومع ذلك إحنا كان عندنا أمل كجمهور الأهلي وكمشجعين وكمحبيين للنادي الأهلي إن إحنا نكسب انت كنت قريب انت بتلعب قدام ريال مدريد ما روحتش لعبت ريال مدريد قافل ومستني يجي فيك جون وما بتهاجمش ولا أنت بالعكس أنت بالجابة أو بتهاجم يعني وفي حد ذاتها كويسة يمكن كنا بنعاني من الموضوع ده فيه قبل كده فيه البطولات اللي قبل كده إنه كنت مقافل وما بتروحش مبارات بعد ميونيك وتلاقي التحليل مطشي بعد المطش تلاقي النادي الأهلي ما وصلش النادي الأهلي ما ضاعش فرص لكن انت في مبارات ريال مدريد صحيح يعني لو عملت مقارنة طب بكера نعمل الموضوع ده لو عملت مقارنة بين مبارات ريال مدريد الأهلي وريال مدريد والأهلي وبيرميونيخ مثلا هتلاقي اختلاف كبير اختلاف كبير جدا 2-0 بس انت مروحتش خالص للجن باير ميونيك انت ماتش ريال مديرد انت رايح رايح قبله زي ما بقولك بفرصة ورايح حتى بعد الخسارة واحد رايح بكذا فرصة وكرة أفشا واثنين واحد وممكن ترجع وبعدين خلي بالك احنا برضو لازم نتكلم على بعض الأخطاء الخفيفة معه انت مش معقولة انك بتقابل فريق كبير او زي ريال مديرد تضيع فرص وتغلط في الناحة الدفعية أخطاء فانت يعني عايز يعني انت متخيل نتيجة تبقية وأخطاء طبعا ما بتكررش كتير وأخطاء قاتلة في أوقات قاتلة